طيب دكتور نرجع بقى يعني فيه ناس كده بيجي لها لابس ما بين مفهومين ما بين الشخصية المسيطرة والشخصية النرجسية يعني هل النرجسي ده مسيطر ولا ده غير ده طيب بس النرجسي ده شخصية أمر كده أه تكسك بس عارف انت تحس كده اللي هوي ايه الأمر ده يعني النرجسي كده تحس فيه دمه خفيف كاريزماتيك يعني مش كل النرجسي عارفاك يا جماعة دمه تقيل وتكسك لكن هو تكسك لكن ماشي يعني بنعرف نتعامل راحين جايين يعني خليني أقول لحضرتك إحنا عندنا حاجة اسمها الطرابات الشخصية الطرابات الشخصية هم عشر الطرابات متقسمين على ثلاث مجموعات المجموعة ألف ومجموعة بي والمجموعة جي مجموعة بي أو كلاستر بي من الطرابات الشخصية فيهم الشخصية النرجسية فيهم الشخصية الهستيرية فيهم الشخصية الحدية وفيهم الشخصية المعادية للمجتمع دول أربع اضطرابات شخصية بنسميهم Cluster B-Personality Disorders أو اضطرابات الشخصية من المجموعة بي كلهم عندهم سمة لأن فيش اضطراب شخصية اسمه اضطراب السيطرة سمة من سمتهم السيطرة بدرجات مختلفة وبأشكال مختلفة فلو عايز أجاوب سؤال حضرتك هقولك كل نرجسي مسيطر ولكن ليس كله مسيطر نرجسي صح يا جدو يعني الشخصية نرجسي ممكن تكلمنا عليها كتير في حلقات لكن احنا النهاردة مركزين أكتر على الشخصية المسيطرة السيطرة في حد ذاتها يا دكتور خلينا اتكلم بصراحة وهم الناس عارفين ان انا بتكلم بصراحة احنا كبنات وكستات في البداية في بداية اي علاقة انا بحب الشخصية المسيطرة يعني انا بحب الشخصية الحمشة الرجل اللي يقول لي ما تلبسيش وما تنزليش وما تروحيش والغيرة يعني احنا بناخد ساعات السيطرة كستات بنحطها تحت بند الغيرة فبتعجبني او الغيرة في البداية بتعجبني او السيطرة انه امتبعني طول الوقت وما فيش احلى من كده ده حب عظيم قبل بعد شوية بشوية لما بيبتدي بقى خلاص ارتبطنا او دخلنا في ارتباط بحس لا ده انت عايز تتحكم فيه وخلاص ده هي يعني المود المود طالب كده لو انا بقولك ما تنزليش وخلاص وممكن يبقى هو بينزل وبيخرج بتاع وانا مطالبة ان انا اسمع الكلام وخلاص فهل احنا اللي بنحطش الحدود اللي حضرتك قلت عليها لان انا بعترف وبنات كتير جدا 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 بيعشاؤوا السيطرة في بداية العلاقة يعني بتبقى سعيدة جدا هو بيشخد فيها في تليفون يعني مش اقولك بقى احنا بنقول حقوق المرأة او لا ايه الست بتحب الراجل الحمش المسيطر بلدنا وعادتنا دايما مسي السيد وامينة بنشوف ابويا وامي يعني انه صاحب شخصية في البيت وامي دايما بتسمع كلامه فاحنا تربينا على ده بس هل احنا الستات ما اعتقدش انه غلط ان انا حب الشخص الحمش المسيطر الرجولة يعني لكن هل الرجالة اللي بتستقبل اشارات غلط الميكس ده انا متحفز عليه ايه ليه بحفظ الحمش المسيطر الرجولة نطلع بقى حمش ورجولة برا ونسيب المسيطر لانه الرجولة مش سيطرة والقوامة مش سيطرة هو ايه قوامة؟ قدرة شخص على احتواء احتياجات شخص اخر ان تكون قواما انك تبقى قادر على احتواء اللي قدامك انقدر الرجل في الاول يخليها عايزة تعدل تعديلات بسيطة في شكلها في لبسها في اسلوبها عشان هو غيران عليها وبقت هي حبة تقدم له ده فدي ما اسمهاش سيطرة دي اسمه هنا كومبروميز مش تنازل طوافق وصلنا المنطقة في النص احنا الاتنين فده شيء لطيف جدا اما عن مرحلة البدايات اللي حضرتك حكيتي عنها فدي مرحلة او العشق والولا مرحلة دي بيبقى فيها العتاه الوسطي اللطيف بتاع العلاقات اللي في الاول العتاه الوسطي اللطيف احنا مراية الحب مراية الحب العامية هي بتشوف كل عيوبه على انها مميزات لان احنا الاتنين love blinded معميم بالحب هو لو مسيطر يبقى شخصية قوية وشتان الفرق بين الاتنين على فكرة مسيطر مش شخصية قوية ايه هو لو عصبي يبقى دم محامي اه هو لو زنان يبقى مهتم اه والعكس صحيح هو كمان بيشوف نفس الحاجات المشكلة ان هذه المرحلة عارفة المرحلة دي لو بتدوم ما فيش مشكلة نفضل احنا الاتنين في هذا البنج ما بتدومش والبيوت تكمل ماكسيمم بعد الزواج بعد وجودنا في قلب بيت واحد ست شهور لسنة علميا وينتهي الpassionate love ونبدأ انواع انضج من الحب مشكلة الانواع الانضج من الحب ايه ان امرأتها مش عامية فبنشوف عيوب بعض بنشوف الحقيقة فمن الاول ما تقبلوش سيطرة من باب السيطرة